المفصد تسلل الإعلام لتبييض وجوه صدئة وتغليف أياد غمست في دمائنا وأنشبت ظافرها في جسدنا دهرا والجميع ينتظر ساعة نزول معصار الحق عليهم الآن الآن وليس غدا وهذه الملفات التي كانت ستورط النهبين السارقينها هي تدمر وتحرق على مران ومسوى تتبعن طريقة اعدامها خفيا مثلا تتبعن خروج هذه الصناديق الملغمة بالوثائق التي تخص الصفقات المليارية من أحد الوزارات لتذهب رأسا إلى معامل طحن الورق وتحمل مع سر المظالم والسرقات والنهب والخطف والسطو والترهيب وسرقة أموال اليتام والأرامل وأرزاق الضعفة في هذه الجواب أسرار لن نعثر عليها وحقوق ضاعت عن أصحابها فإلى متى هذا النزيف الذي يحرق العصاب ونحن ناظرون ذكرة عوام العذاب تغتال كل لحظة في غياب الإرادة الصلبة بعضهم من أساطين النفاق بات يهذي اليوم بكلمة زايفة تطرب سامعها لكن يتقزز منها كل من ظلم كلمة مصالحة كلمة حق نريد بها باطل فهل يستوي الذئب والحمل؟ وهل تصافح يد مغدورة يد منات كلها؟ بل فيهم من ذهب إلى حد لباس قناع التقوى والنزاهة فبرز الثعلب يوما في شعار الواعذين نخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا